فوز عز مالك بخمسة والإسماعيل بربعة والبنك الأهلي الحقيقة تتوقع أن يكون حسن أسود السندي في الطولة الدوري تتوقع أن الطريقة دي تستمر ولا من الوارد أن القماشة اللي مع مصر المسلماني تسمح له أن يغير أنه يدخل عناصر جديدة في التشكيل أنت هتستمر حتة معينة في الملعب سابتة ما تشاهد فيهاش كلام أن أنا أبتدأ حضر من تحت بحمدي وبدري وأيمن هاي لا بالنسبة له والسورية وديونج ما عندهش أدنى مشكلة أكرم وعلي أنت قلت المجموعة دي ما فيش كلام هتبتدأ يتكلم عن أفشا برستاو شريف هو بيلعب باتنين بس اتنين فيهم سترايكر رايت وفروت ثابت نصيد رايت وفروت ثابت شريف وأفشا متحرك لأ تاو هو المتحرك أفشا خلاص ما بقاش يضطرف زي ما كنا بنشوف قبل كده لو جيت فكرت في طريق لعب هو أفشا كان يميل في مطش الزمان كأنه حر أكتر لازم يبقى في القلب لازم الرؤية ولازم بيقوله على البليميكر اللي يوديك للجون يعني في الجون بتاع شريف اللي انت كنت بتتكلم عليه أفشا كمال أكتر ناحية الشمال هو اللي رايح الكرة للسلية اللي عمل بيها الرابونة لشريف ولو هو هيبقى الآرب هو يعمل أوفر بالعكس أما لقى السلية عادل نفسه وعمل الأسيست الهيئي ده خلاص وقف وقبلها عمل الكرة بتاعة ألو ديونج الباص من علي معلول أسيست عمر السلية الأوفر الوان تو بينه بن ديونج بينه بن شريف هدف كرة السلول اللي اتعامل من علي معلول لبرستاو الانفراض اللي ضيعت من شريف الهدف اللي جابه أفشا هتلاقيني برضو في الكورنان معاك في كل ده كتا عمر بس الطريقة دي أنا مش ضد يعني احنا ماشيين بيها كويس جدا أنا كنت بسألك هل تتوقع انه يسبتها لكن برضو في نفس الوقت الطريقة دي عاملة مشكلة شوية في أوراق الأهل الهجومي يعني الطريقة دي انت مضطر معاها تقعد مين هتقعد حسين الشحات هتقعد طهر محمد طهر هتقعد ميك سوني هتقعد عبدالقادر هتقعد عمار هتقعد صلاح محسن هتقعد وليد سليمان كل دول أوراق مهمة جدا وفي ناس بتقولك لا احنا عايزين نشوف الأهلي أكثر مش عارف أكتر شراسة إيه من الخمسة واربعة شراسة بس أكتر من أربعة وفيش أكتر من خمسة أنا فاهم بس يعني أصد أقول انه التشكيل يكون غالب عليه طبعا أنا بس مع وجهة نظرك أنا بقولك رأيي الناس هقولك الجملة اللي هتبقى فيها ارتياحية للناس انت عارف الأهلي يا جمهور الأهلي الناس اللي عايزة فرجع كورة الأهلي عايزة تشوف عمار وعبدالقادر ومكسوني وبرسيتا وشريف وأفشا انت كده وصلت الأول الخط السليم وأنا بقدي 3-4-3 وبقدي بالأداء ده والخمسة ده الغيارات المناسبة هي دي بقى هنا هتقول اللي انت بتقوله تغييرات بونسيماني كام على عشرة من وجهة نظرك في المقربة؟ خمسة خمسة على عشرة مش عايزة قدي ثلاثة وقدي أربعة لا هتدي له خمسة كان بيميل أكتر للناحية التأمين ما كانش طمع زيادة بس أنا مش قادر أعرف إيه اللي كان جواه عشان هو الوحيد هو والمساعد بتاعه كابتن سامي ياخد قرار في إيه؟ أيمن كان عنده شد مكسوني عشان يقدم اعتماد أوراقه زي برستاو كان ممكن يبقى عمار كان ممكن مكان أفش أنا عايز بلي ميكر يبقى أحمد عبدالقادر بس مكان شريف الطبيعي يبقى حسام حسن إحنا تعودنا هنشوف كده إحنا لعبة كرة أو مدربين تعودنا إن نقول الفيرود بيتغير بفيرود بلي ميكر بيتغير ببلي ميكر زيه يمكن حسين بقولك وصل إن اللعب بعد الغيارات للفردية وابتدت تبعد الجماعية في الأداء خلاص بقى عندي يقين بالهدف الرابع اللي جي بعد ما زمالك جابي الهدف الأول ليه بقى الرابع لديانج بعد كده بقى الخامس ضربة الجزاء عمر سلية وأحرزة علي معلول أنت دخلت في حتة معينة إنك أنت خمسة زي ما حدك بتقول وصل لكل واحد وكل واحد أهلاوي عنده نبض معين ده إحنا نوصل لستة وسبعة أنا أطمعت في المباراة دخل فيها التاني والتالت فكرك في ماتش الإسماعيلي نهاية دورة عام تلاتة وتسعين عائلي ثلاثة صفر أربعة واحد أربعة اتنين أربعة ثلاثة بقت فيها مشكلة ولو دخلنا في الجيم شوية وتصدد ضربة جزاء كابتن شوبير من بشير هتدخلك في دوامة أنت تعود عندنا يعني زي ما يقولوا ايه مشكلتين مختلفين عن بعض المشكلة الأولى إن النادي الأهل في عز ما بيحرص أهداف كتير قوي بيسيب بيسيب أو بيبقى فيه ثقة زادة عن اللزوم فدخل فيها واحد واثنين وثلاثة وفي عز ما أنا في أشد الاحتياج إن أنا في مبادش البنك الأهلي يجيب جون واحد بس لأنا عايز أجيب الثاني والثالث إحنا شفنا الأداء مكتمل وشامل في مبارات الإسماعيلي مدتش مساحات جبت الجون الأول والثاني والثالث والرابع وقفلت جيمي من غير ما يحرص فيها أهداف دي مهمة قوي كنا احنا بنقولها بإنه وبن بعض اللعيبة في خط الظهر معنا كابتن شوبير إحنا ما يهمناش الفروب بتاعنا يجيب جون واثنين ويضيع ويقدر يجيب هدف واثنين وثلاثة سيبوا يعمل له عايزوا إحنا أهم حاجة إحنا إحنا ما نستقبلش أي حاجة وما نسببش دوشة وعدم ثقة للعيبة نص الملعب إن هي تشتغل شغلها الطبيعي عشان تخلي الهدفين بتوعنا يجيبوا جون